السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة بنوراما للاعمال الخشبية. ان شاء الله هنتكلم معكم النهاردة عن المرض المنتشر في الجو ده. اللي هو مرض كورونا. وهنتكلم معكم بس عشان في اليوم وباش تقول لي ان معنا حاجات كتير هنتكلم فيه. اول شي هنتكلم معكم عن اعراض المرض والفرق بينه بين البرد او الفلونزة العادية. وتاني حاجة هنتكلم تعمل ايه لو جالك كورونا. ثلاث حاجة طريقة العلاج. رابع شيء اشياء لابد من البود عنه. خمس شيء اشياء لابد من الحذر منه. اخر حاجة خالص كيفية التخلص من الفضلات ورزاز الانفي. طبعا فيروس كورونا احد الفيروسات المعتادلة غير المميتة. نسبة الشفاء منه تصل الى 97% بازن الله. والسبب الحال الوفاة ليس الفيروس. يعني الفيروس مش هو سبب الوفاة. لكن جهاز المناعة سواء كان ضعيف جدا او حصل استجابة مولغ فيها من جهاز المناعة. طبعا فيروس كورونا سريع الانتشار جدا وهو مرض يسبب العدوى في الانف والجيب والانفية. عن طريق الرصاز وانتشاره. الكورونا طبعا اصبح وباع عالمي ونسبة الوفيات فيه من واحد الى ثلاثة في المية طبعا نسبة مش كبيرة ولا حاجة. وطبعا معظم دول العالم اثبتت ان المرض ده موجود فيها. والدول اللي ما اعلنتش لسه لغاية الوقتي عن المرض. المشكلة عندها ان تكمن ان مفيش عندها جهزة التشخيص وعدها موجودها. طبعا هو جهاز كشفة عن مسحة الظهور او الانف. والفيروس زه تقيل الوزن وبر الحجم يعني في حدود من ربو متل خمسومة نانو متر. ده معناه ان هو بيقع على الارض. يعني الفيروس زه تقيل هو على الارض. فممكن يتنقل عن طريق الاحذية اللي يصق بالاحذية. يعني ممكن تلاقيه اللي ماخذة في الجزمة او الحزاء بتاعك. فلذلك اه يجب ترك الاحذية خارج البيت. وخارج المنزل. ثانيا ان يجب التوقف في البداية خلص لازم طبعا اه يجب التوقف عن المزاح وله ظرف هذا الامر. ما نعودش نهزر على الفيس وعلى التويتر وعا كلامنا ما ينفعش لان ده مرض. وطبعا ربنا خلق المرض عشان نركز في الدعاء والاستغفار. اه طبعا ربنا بيقول ولا قد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسون تضرعوا. ولكن قصد كله بهم وزيانا لهم الشيطان وما كانوا يعملون. فطبعا لعلة في القرآن معروف ان هي للتعليل في معظم الاماكن للتعليل يعني المصائب والامراد بتنزل عشان نتقرب من ربنا ونستغفره ونتقرب من ربنا. مش عشان نهزر وكانوا بعين ده مرض اولا واخيرا ما نفعش الهزار فيه. ثانا حاجة نتكلم عن اعراض الكورونا. اعراض الكورونا الاعراض اللي لو كلك اللي بي عندك على الكورونا لازم في حاجر صحي او تشوف طبيب على طول. طبعا ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع عالي جدا. صعوبة صعوبة في التنفس. السعال التهف في الحل. اسهال شديد. وغسيان اوقيع. طب ازاي نفرق بين الانفلونزة والبرد العادي والقورونا. في الانفلونزة بيكون الصداع بسيط. في الكورونا بيكون صداع شديد او حد. في الانفلونزة او البرد العادي درجة الحرارة بتبقى عالية بس بنسبة عادية. في الكورونا بتبقى درجة الحالة عالية جدا جدا. في الانفلونزة او البرد العادي بيكون في انسداد في الانف وراشها في الايه? في الانف. لكن في الكورونا لا انسداد مفيش لا انسداد ولا راشح في الانفلونزا العادية او البرد فيبقى فيه عطوص دايما مستمر لكن في القورونا العطوص ببقى نادر شوي في الانفلونزا ببقى فيه سعال مع بلغة لكن السعال في القورونا ببقى سعال جاف في الانفلونزا او البرد العادي بقى فيه التهف الحل طبعا الكورونا مفيش التهف الحل في الانفلونزا او البرد العادي بقى فيه كشعريرة نادرة يعني بتبقى قليلة لكن في الكورونا الكشعريرة قوية تبقى فيه دايما نهزة في جسمك كده يعني في البرد اللي عادي بقى الجسم يعني ألمه خفيفة لكن في الكورونا بتبقى الألم حد جدا طيب طريقة الألاج لابدنا طبعا من نذهب فورا للدكتور ولابدنا من الحجر الصحي اللي عادي من تشر المرض وده طبعا لمدة أسبوعين أقل شيء طريقة الوقان شاء الله من الفيروس وطريقة ده تحضر للمطهر طبعا بنقوم بعمل محلول معاقم ونضعه في بخاخة يعني بنعمل محلول معاقم ونحطه في بخاخة المحلول ده بعبارة عن خمسين ملي تقريبا يعني فنجان تقريبا من الكولوريكس المركز على لتر مية ونحطه في بخاخة أو من خمساشر لعشرين ملي ديتول مركز سبعا برده على لتر مية ونحطهم في بخاخة ونقوم برش جميع المنافذ يعني جميع معابض الإبواب وقابض السيارات والمركبات جهاز الرمود كنترولا وأمكان والتحكم يعني ممكن بفوطة حتى مبللة شاشة اللمس بقى إن أمكان برده زي التلفون والتابلت والتلفون والتابلت والشاشة برده الشاشة التلفزيون طبعا ممكن لو مش قادرين نرشون مباشر ممكن نعمل بفوطة مبللة ونمسحهم أو ممكن نراهم في كيس يعني ممكن نحطوهم في كيس بلاستيك ونقفل عالم برده عشان يبقى سهل يبقى سهل نحن نمسحهم طبعا عربيت تتسوق بالنسبة المولاد عربيت تتسوق وزجاج شباكس مواصلات العادية الزجاج برده نحاول نمسحه دورات المياه طبعا العامة والخاصة في البيت مقابل الحنفيات الأسنصير باب الشقة باب العمارة باب الغرفة كل ده نحاول نرشه بالمحلول اللي معنا ده اللي هو محضوظ في بخاخ طبعا الكلوريكس أفضل وأحسن وأقوى من الدتول لكن اتنين كويسين يعني الكلوريكس أفضل وأرخص أعطاك كمان طبعا الدكاترة بتنصح بالكلام دي طبعا فيه أشياء اللي يابد من التوقف عنه أشياء اللي يجب التوقف عنها ضروري في المرض ده وفي الحجرة الصحة دي طبعا السنان بالإيد نحاول نخف منه خالص أو إن أن كان اللي أحضرنا القبلات أكل المطاعم ده ما ينفعش خالص أكل المطاعم ده مصيب ما ينفعش خالص طبعا بقى نبيل عن طوابير العيش وطوابير المرتبة بتاع البسطة والزحم في الأسواق والزحم في السناتر التعلمية وطوابير الجوازات طبعا ده كله أي تكدس أو أي زحم نبيل عنه طبعا عدم لمس العين أو الأنف أو أي أجزام الجسم أو الفم خاصة بالأيدي لأن طبعا الأيدي أحيانا بتقوم لوازي تمام طيب فيه أشياء بقى لازم نعملها يعني أشياء يجب فعلها في الأمر ده طبعا غسل الأيدي بدي تقول أو الصبون دائما الصبون بره كويس يعني الصبون مش وحش بس المهم نغسل لمدة 15 ثانية على الأقل عشان المرض عشان الرزاز أو الفيروس طبعا إحنا قلنا أنه تقيل فيجب يعني نغسل بمدة كبيرة ما نغسلش على طولك لا نغسل لمدة 15 إلى 20 ثانية بالصبون الصبون كويس مش روحش طبعا التخلص والرزاز الآن فلما تيجي تعتص أو تنف لما تيجي تعتص أو تنف لازم يكون في منديل منديل وراءه والترميع على طول المنديل ترميع على طول ما ينفعش تحطه جنبك معاكش مثلا منديل أو حصل الظرف أنت معاكش منديل لحاجة يعطى صفكمك يعطى صفكم الأميس مثلا عشان تكتم الرزاز تمام عشان تكتم الرزاز ما ينتشرش لأن طبعا المرض ده بنتشر بالرزاز طبعا نقوم بقى بتطهير الأسطح والنوافذ بالبخاخة اللي معنا دي اللي فهل أو يعني طهر أي شيء حوالك الستاير المنافذ الباب الأسطح المنزل كلام ده شبه يوم لو ممكن بالنسبة للموظفين طبعا ممكن ياخد فوطة معاهم وبللة يمسى بها المكتب أو الأدوات بتاعته في الشغل يعني وممكن برضه نمسح والرش الأساس المنزلين مثلا والعفش والكلام ده والأدوات والمغاس والحمامات وطبعا يجب في المرض ده يكون لواحد مننا استخداماته الخاصة من الفوط وفرشة الأسنان والأمكان يعني طبعا يجب طهي الطعام جهيدا نحاول نعلم من المناعة بتاع الجسم عن طريق أكل الخضرات والفاكهة بشكل يومي طبعا الصلطة طبعا ده أساسي والبصل والتوم طبعا لأنه بيزور المناعة شرب ماء غزير جدا ووفير التعرر للشمس شرب سوايل وخاصة اللامون والزنجابيل والمشروبات الدافية طبعا بقى نحاول نترك نسيب الأكل بتاعنا أو طلبات الأكل دي بتاعتنا لمدة 24 ساعة نأمكن يعني لو نعرف نترك أن الأكل بتاعنا ده نسيبه لمدة 24 ساعة لقتل الفيروس نحاول يعني دين حاجة نحاول نرفع درجة حرارة المأكلات البرد زي العايش والفين والكلام ده كله نحاول نحطه مسلا في الميكروف شوية أو في السخان الكهربية اللي هو الميكروف يعني لقتل الفيروس عشان نعلي درجة الحرارة نقل الفيروس لو الفيروس موجود طبعا نحاول يكون المشروبات والأكل الطازك دايما يعني نحاول يكون كلنا كلنا مشروبات وأكل طازي طازك ده أصلا لأن ده صح أصلا بغض النظر عن المرض طبعا المشروبات والأكل الطازك ده على طول غسل الأيدي والأكل والفكهة والخضار يعني لازم نغسل الأكل والفكهة والخضار بالذات بالذات الخضار والفكهة غسل الأكل والفكهة والخضار جيدا وبشكل مبالغ فيه بالخل واللمون والماء الدافئ ان امكن. يعني نحاول نغسله بمية دافئة. طبعا غسل الايدة بالسمرار يعني على طول خلي على طول عدك كده في البيت. غسل الايدة. كل خمس ازاي وكل نص ساعة اغسل ايدك. اغسل ايدك بمية وصابون. اغسل ايدك بمية وصابون. على طول. طبعا قلنا يجب العطس في منديل. لان الرزاز الفيروس ده يعني اه بانتشر. الرزاز الفيروس ده بانتشر. وبانتغل عن طريق الانف والجوب الانفين. طبعا احنا عندنا في النهاية يجب الاهتمام بكابر السن. الناس كبيرة السن لان طبعا اكثر عرضة للمرض. الناس كبيرة السن. اباءنا واجدادنا كبار السن. هما الاخصر عرضة للمرض. فيجب الاهتمام بهم طبعا. لانه ما طبعا ما زواهم بقاش واخد بالهم من الامور ديان. ومرضى قليل المناعة. واصحاب الامراض المزونة زي مرضى الكلى. مرضى الكلى. والكبد والسكري. الناس نحاول نهتم بها لان نزف طبيعيتها أصلا بيبقى عندها عدم اهتمام وبدأ أشمع يعني عايشة معنا أصلا يعني فطبعا ده أكثر عضة للمرض وطبعا هو الخوف من المرض مش في معدل وفياته الخوف من المرض في سرعة انتشار ومعدل وفياته من واحد لتعاتف ليه مش كتير لكن هو الخطر كله في سرعة انتشار المرض فلذلك يجب يجب الحجر الصحي الحجر الصحي اللي أزوان على قليل كل أفراد الأسرة إن أمكن يعني حاول نعمل حجر صحي الأفراد الأسرة كلهم لمدة أسبوعين أقل حاجة طبعا بقى معظم الدروس والسناتر التي تقفلت فطبعا هيبقى البديل طبعا السناتر بدل السناتر والحاجات دي طبعا بقى المدارسين يعملوا شات وبس مباشر عن طريق الفيس بتاعهم طبعا المدارسين نهار ده ومعظم الطلبة عندها فيس وعندها نت النهار ده فهنراجع المراجعة تبقى عن طريق الشات والبس المباشر والطبع طبعا هتتابع ولو في أسئلة هيتابعهم والتليفون هيقضي في المراجع تمام طبعا بالنسبة للمساجد بقى يعني إحنا متقدرش نيفت في مراجع المساجد لكن ممكن عمال المساجد إنه ممكن نتبرع مع كلنا كده نعمل لعمال المساجد داخل بسيط يعني نجيب مثلا كلوركس وممكن عمال المسجد يرشه على الصفوف مطرح الصفوف يعني مثلا المسجد الكبر مثلا عندنا يعني ممكن نرش مطرح السجاد مطرح ما بنسجد مطرح ما بنسجد ونحط إيدين طبعا لأن السجاد بينتشر في المرض تمام ممكن تاخد سجادة معاك ممكن تاخد سجادة معاك تصلى عليها علشان جبهت لك أو إريك ما تلمشي أماكن يكون مصابة مثلا طبعا المحافظة على الأسكار يعني المحافظة على الأسكار ده مهم جدا جدا طبعا إحنا عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول فيه ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض وهو السماء والعليم ثلاث مرات لم يضره شيء والحديث زي يعني أنا عن نفسي الحمد لله بطبقه لأن ده الرسول عليه السلام صادق وإني مش عايز يصدق ما يصدقش ده أسباب طبعا والعلاج مطلوب بس إحنا ناخد بالأسباب نحاول نتصدق نحاول يعني أن نتصدق نحافظ على الصلة كسرة الاستغفار كسرة الاستغفار مهم جدا كسرة الصلة نحافظ على الصلة في أوقات هيا نحافظ على الصلة الفاجر الصدقات يا جماعة لأن الصدقات بتشيل المرض لأن أصلا واب RD نزل لأن إحنا ببعد عن ربنا فإحنا بتقرب لربنا المرض ده ربنا جعله عشان نقرب لربنا ندعي الأخواننا في الصين اللي هما المستدعفين في الصين وفي الهند اللي أنا أعتقد أن لهم دور في المرض ده أعتقد أن ربنا يعني المرض ده نزل انتقاما مننا عما تناه كلنا عماتا العالم كله أجمع على المسلمين وغير المسلمين من اللي بيحصل للمسلمين في الصين وفي الهند وفي كاشمير وفي كل المنطقة فаты ندعى اولهم في الصلاة بتاعتنا ندعى اولمسلمان لمنصطدعين في الصلاة واللي بيحصل لمدة طبعا شيء صعب جدا يجب يجب ادعا لهم في كل صلة والصدقة نكسر من الصدقة ونكسر من استغفار ونحافظ على الصلة او في النهاية ما تنسوش تعملو عجاب للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المشتركين وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين والسلام